كمان المتحدث العسكري نشر فيديو عن الفريق أول فؤاد ذكري قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر صاحب بطلوات كبيرة جدا وقدر أنه يعيد بناء القوات البحرية بعد 67 وهو كمان اللي خطط لضرب المدمرة إيلات في 11 أكتوبر من عام 67 الفريق أول فؤاد ذكري قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر ولد الفريق أول فؤاد ذكري في 17 من نوفمبر عام 1923 وفي الثاني من سبراير عام 1946 التحق بالكلية البحرية والتخرج فيها بردبة الملازم ليلتحق بالعمل في وحدات القوات البحرية تدرج في المناصب القيادية وصولا إلى رئاسة شعبة العمليات البحرية وعين قائدا للقوات البحرية عام 1967 فأعاد بناء القوات البحرية المصرية وخطط لأروع إنجازاتها العسكرية التي تحققت في معارك الاستنزاف وأكتوبر عام 1973 فقد خطط وأمر بضرب المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من شهر أكتوبر عام 1967 واتخذت القوات البحرية المصرية من هذا التاريخ عيدا لها قاد القوات البحرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة وحقق خطة القوات المسلحة بقطع خطوط الإمداد للعدو وغلق مضيق باب المندب ومحاصرة قوات العدو مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نصر أكتوبر المجيد حصل البطل على العديد من الأوسمة والنياشين تقديرا لكفاءته وإنجازاته العسكرية وفي مطلع عام 1983 رحل أسد البحار البطل الفريق أول فؤاد زكري تاركا خلفه تاريخا لا يمحى أثره في العسكرية المصرية تاركا خلفه تاريخا اشتركوا في القناة